أعلنت وزارة الصحة المصرية مقتل 35 شخصاً وإصابة 24 آخرين في هجوم بالرصاص على أقباط كانوا في طريقهم إلى أحد الدير في محافظة المينيا وقال محافظ المينيا عسام البدوي أن الأقباط كانوا في حافلة متوجهة إلى دير الأنبى سامويل في صحراء المينيا فيما أكدت مصادر أمنية مصرية أن قوات الشرطة تمشط الطريق الصحراوي للقبض على المهاجمين يأتي الهجوم بعد شهر ونصف على التفجيرين ضد كنيستين في محافظتي الغربية والإسكندرية أوقعت 45 قتيلاً وأكثر من 100 مصاب وتبنها تنظيم داعش